تعالوا يعني استكمالا اللي كلامنا بقى عن ماتش النهاردة بين مصر وغينيا في افتتاحية مباريات الفراعنة اكيد في تصفيات الكان طبعا كلنا كمصريين عندنا حالة حزن كبيرة جدا بعد اخفاق التأهل لي كأس العالم رغم اننا الحقيقة قدمنا يعني عرض حنقول طيب في نهايات كأس الامم الافريقية في الكاميرون وتفوقنا على العديد من الفرق الكبيرة زي كودفور الفريق طبعا المدجج بالنجوم وكمان المغرب والكاميرون على ارضها لكن في النهاية يعني انت مش لوحدك اللي بتنافس على البطولة لازم هتنجح مرة وتخفق في مرة ولو فضلنا نبكي على اللبن المسكوب مش هنتقدم ولا خطوة واحدة لقدام نهاردة ان شاء الله عندنا الخطوة اللي احنا مستنينها لقدام انت امام امر واقع امام تحدي جديد مع جهاز فني بقيادة مدرب جديد هو كابتن ايهاب جلال لازم طبعا كلنا نكون اول الداعمين دي يعني مدرب وطني مصري ونتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف الخير على دين كابتن ايهاب وما يبقاش عندنا اي تحفظات متعلقة بادرته للمتخب بكل تفاصيلها بس كلامك مهم لان ده واخدنا شوية لو رجعنا شوية بالنوستالجيا يعني حصل ده او نفس السيناريو ده مع كابتن حسن شحاته 2005 لما كان تم تعيينه حضراتكو طبعا فاكرين اللحظات دي وكان في حالة انقسام كبيرة جدا في الشارع يعني الناس تقول لك لا لا ايه الاختيار ده وليه ومش هارفه وناس تانية تقول لك يا جماعة طب و ايه المشكلة ما ندي فرصة ليه يعني مدرب محلي ونشوف الدنيا ماشية ازاي واحنا نقل ايه عن اي مدرب اجنابي ده بالزبط كان سيناريو داير بشكل كبير زي ما بقول لحضراتكو نتمنى اكيد ان ده يعني ما يحصلش مع كابتن ايهاب جلال لكن للأسف الشديد كنا نتمنى لكن للأسف الشديد هو حصل من قبل حتى ما كابتن ايهاب يبدأ يعني لسه ما قلناش يا هادي لسه ما شفناش حاجة من البداية النهاردة بإذن الله ولكن برضو هذا او هذه الحالة الجدلية موجودة في الشارع على كل حال خلينا نقول زي ما كريم كده نهى كلامه ان شاء الله خير لازم يكون عندنا ثقة وعلى فكرة المشكلتنا يا كريم برضو عشان الواحد يبقى فار احنا بنحاسب على يعني الشوطة بتحاسب على الباس بتحاسب على يعني الجول بتحاسب على كل حاجة بتحاسب على الحركة لو كانت مش مظبوطة في الملعب فبرده ده شوية انفار يعني الى حد ما برضو الموضوع صعب انا نفسي بس ان احنا ما نبقاش جلادين يعني ربما على فكرة المطش النهاردة يمشي بشكل محترم جدا والمطشد اللي بعده يمشي بشكل محترم جدا ويجي المطشد اللي بعده أو اللي بعد بعده تحس فيه إخفاق في حاجة ما تقوم انت ايه تجلد بقى هي دي بقى المشكلة دي ثقافة صعبة جدا ماينفعش الموضوع يمشي مطش بمطش احنا بنساند المنتخب والجهاز الفني من البداية نقطة البداية غاية تقطة النهاية خلونا نعمل ده لان حتى لو احنا انتقدنا في النص حصل اي إخفاق لا قدر بس لو حصل وانتقدنا صدقوني ده مش حيفيد بأي شيء من الأشياء يعني ولا حيغير أي واقع لانه مش حيبقى فيه تغيير أكيد في النص تاني يعني ده مش حيبقى وارد برداش الناس تبقى واضحة الصورة ليها فنتمنى ان شاء الله أصلا ما نوصلش لهذا السيناريو ونتمنى يبقى فيه دعم حتى في الإخفاقات ده لو حصلت لان ان شاء الله الإخفاق يعود هو ده اللي احنا بنتمنى وعلى كل حال بردو الشق الأخير اللي عايز اتكلم فيه معاك كريم الجماهير احنا نتمنى او نتمنى ان احنا نشوف مش أقل تقريبا من عشرين ألف مثلا يعني متفارج من الجماهير يكون شخص موجود عشان ده هيبقى ليه انعكاسات إيجابية برضو بشكل كبير الكلام ده مش هنقعد نركز فيه او نتكلم فيه كتير لانه بديهي بس احنا لازم نقوله يعني نتمنى يكون فيه عدد كبير جدا من الجماهير اللي على فكرة هي بالمناسبة ناس يمكن ان احنا بنقول عشرين ألف فيه أكتر وعشرين ألف نفسهم ان هما يروحوا فده ان شاء الله يتحقق يعني اللي انت بتقوليه مظبوط وعايز اضيف عليه كمان التفصيلة بتاعت ان احنا اصبحنا جلدين المشكلة ان احنا في بعض الاحيان واحنا بنمارس الجلد ساعات بنكون بعيد شوية عن المنطق يعني واللي انا هقول لحضراتكم عليه اول التفصيلة دي يعني متعلقة به اي مدرب بشكل عام سواء مدرب ليه منتخب او مدرب ليه فرقة من الفرق مدرب وطني او مدرب اجنبي في كل الاحوال ساعات كتير جدا نراقي ان فيه اداء على هوانا على مزاجنا اتفرج دي على ماتش وشوفنا ان فيه كرة حلوة بتتلعب ساعتها كجماهير احنا بنشيل المدرب على كتافنا معنويا يعني بشكل مجازي وبنمشي في سكة اسم الله عليه اسم الله عليه نفس المدرب ده الماتش اللي بعديه على طول لو شوفنا اخفاق او شوفنا اداء مش مرضي بالنسباننا بننزل بيه وبنخفز بيه سابع ارض مفيش حاجة في النص يعني يا ابن امنا بيكون راضين اوي يا اما بيكون صختين اوي فالمنطق لازم بيكون حاضر ولازم ناخد في الاعتبار كل الملابسات اللي حوالين المباراة اللي احنا بصدد انتقادها او لو عندنا عليها اي تحفزات النهاية طبعا ان احنا النهاردة اكيد هنتكلم برضو مع ضيفنا حول الكتير من الامور المتعلقة بها ده من توقعاته لتشكيل المنتخب هيبتدي بمين في خط الهجوم مين هيكون تحت المهاجم مين هيكون في حراسة المرمى اعتقد اغلب الزنة هيكون ابو جبل هيلعب مكان الشناوي اللي طبعا اكيد كلنا بنتمنى له الشفاء العاجل من طبعا اصابته بفيروس كورونا على العموم اي 11 لعب هيبتدوا المباراة النهاردة بنتمنى لهم كلهم كل التوفيق